أميرة بطل القصة حقيقة النهاردة اتجوزت مرتين الأولى أهلها غصبوها عليه كان عنده صرع وكهرباء على المخ وملوش في الجواز معرفتش كله ده غير بعد ما اتجوزوا وبعد ما شاكل كتير اتطلقت اتطلقت منه بعد 40 يوم وبعد فترة اتقدم لها واحد مطلق وافقت عليه خلفت منه بنت البنت جالها ضمور في المخ خلها محتاجة لعلاج مستشفيات على طول فجزاء قال لها مليش فيه ملكيش عندي غير الأكل والشرب أنا مش قدم مصاريف علاج البنت وسبها تتحمل ده كله لوحدة ومسؤولية البنت فضلت صبرة لحد ما اكتشفت على موبايله رسائل بينه وبنت ستات تانين تخضت انه اتغير كمان فاتطلقت بعد فترة اتعرفت في الجامعة على زميل لها قالت انه محترم مطلق وعنده طفلين استريح لها استريحيت له وقابلين بظروف بعض وحب ان هو يتقدم لها مامتها قالت لها انسي انسي انك تتجوزي تاني طب ليه؟ قالت لها عشان العيلة هتعيرني بيك هيقوله تتجوزي تلات مرات هيقوله عليك بكحة هل منحقة اميرة تتجوز تالت مرة ولا لا اشتركوا في القناة